موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة بث مباشر من برنامج ليكن نور كل اللي بشاهدونا في هذه الفترة الحلوة نحتفل في ميلاد ربنا يسوع المسيح له كل المجد في هذه الأيام الحلوة بصلي من كل قلبي أنه الله يبارك كل أسرة وكل شخص بشاهدنا وبصلي هذا العيد يكون مميز في حياتك عيد ميلاد مجيد وسعيد أيضا على حياتك وطبعا بصلي في نهاية هذا العام أنه يبتدي الإنسان يفكر جديا ولسيما كل الأحداث اللي عم نشوفها حوالينا عم بتقربنا أكثر للمجيء الثاني مجيء الرب يسوع المسيح فبصلي أنه ربي يباركنا في هذا العيد وتكون سنة جديدة مباركة مثمرة متميزة مليئة بالبركة وربح النفوس نفوس تكون معدة للحياة الأبدية اليوم أنا راح أتكلم عن ولادة المسيح المتميزة ولادة عجيبة متميزة فائقة لا يوجد لها أي مثيل في هذا الوجود هذه الحلقة كتير كتير مهمة لأنه راح نلقي الضوء على الأحداث الميلاد والخلفية ما وراء الميلاد حتى نشوف أنه كيف مخطط الله بيعمل بطريقة جميلة جدا منسجمة ودائما لخير الإنسان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى أهلا حبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوعنا كتير كتير مهم ولادة يسوع المتميزة خليني في البداية أقرأ من بشارة متى في الإنجيل المقدس ورح أقرأ بعض الآيات كخلفية للموضوع اللي عاوز أشارك في اليوم بشارة متى الإصحاح الأول والآية الأولى مكتوب كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم في آية 16 من نفس الإصحاح مكتوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل تقابل مع يسوع في كفر نحوم ومتى كان جابي للضرائب وقال له يسوع اتبعني وبالطبع ترك كل شيء وتابع يسوع المسيح الملحوظة الثانية أنه بشارة متة تعتبر الجسر الذي يربط العهدين العهد القديم والعهد الجديد آخر نبوة أو آخر نبي في العهد القديم كان النبي ملاخي وبعده انقطع الوحي يعني أقصد الكتابة من كلمة الله 450 سنة وطبعا اليهود كانوا موجودين في أرض فلسطين وكان اللي بيحكم البلاد الإمبراطورية الرومانية وكانت اللغة السائدة اللغة اليونانية اللغة الرسمية وكان الخلفية اليهودية أقصد أنه اليهود كان في هيكل كان في ذبائح كان في عهود اشتراع كان يمرسل أعياد وكل هذه الأمور وكانوا ينتظرون المسيح أي المسيح فبشارة متة تعتبر الجسر اللي ربطت بين العهدين شيء ثالث بشارة متة تظهر شرعية ومصداقية يسوع المسيح فالبشير متة يكتب لليهود المعاصرين اللي كانوا بيتوقعوا مجيء المسيح وعندما ابتدأ ابتدأ بسلسلة الأنسال أو الأنساب أي سلسلة نسب المسيح خلفية المسيح حتى يظهر لنا الشرعية ولاحظ الآية الأولى اللي قرأتها في الآية الأولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وبعدين بيتكلم سلسلة النسب الملوكي أو الملكي من شخص لشخص حتى وصل في آية 16 مكتوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم والشيء المتعارف في سلسلة الأنسال أحياناً بيذكر اسم الأب أو أحياناً اسم الجد بحسب الشهرة وبحسب الخلفية لكن هذا الشيء متعارف عليه ومشهور عند اليهود لكن بوصلنا البشير متى لحقيقة مهمة جداً ويوسف رجل مريم لاحظ مش ولد ولد التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح وبعدين بيقسم كل هذه السلسلة إلى 14 جيل ثلاث مرات والكلمة يعني رقم 14 في اللغة العبرية هي نفس كلمة داود اللي هي دافيد باللغة العبرية ثلاث أحرف واللي هي عبارة عن رقم 14 رقم الكمال المضاعف فإذن البشير متى عم بيكتب لمجتمع فاهم عم بينتظر عم بيتوقع من خلال النبوات مجيء المسيح مجيء المسية وبيتكلم عن المصداقية والشرعية في هذا الموضوع أنه قد تم وجاء المخلص ثم بعد هذه الخلفية بيرجع بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا عم بيحاول يكلم الناس فإذن سلسلة الأنسال شيء متعارف عليه بتشوف مثلا في سفر التكوين إصحاح خمسة في سفر التكوين إصحاح دعش بتشوف هذه السلسلة في أخبار الأيام وبتشوفها في سفر نحمية وفي سفر عزرة وهنا في بشارة متة حتى يربط كل هذه الأسماء بمجيء المسيح يسوع وبتشوفها أيضا في بشارة لوقة يعني مثل ما بيتكلم الكتاب المقدس عن يسوع عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات بيسوع المسيح ربنا في روميا الإصحاح الأول فربط كل هذه المعلومات حتى يوضح لليهود أنه الشخص اللي رح يولد في بيت لحم هو ابن داود تتميم لنبوات هو يدعى المسيح أي الممسوح من الله المخلص الملك وهذا تم في شخص يسوع وهكذا طريقة الولادة طبعا بيكمل من آية 18 ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة 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 حديثنا عن ولادة يسوع المسيح المتميزة وأنا قرأت الآيات من بشارة متى الإصحاح الأول ولكن بتشوف أيضا قصة ولادة يسوع بشكل مفصل أكتر ببشارة لوقة في الإنجيل المقدس الآيات اللي قرأتها بنشوف أنه شخصية المسيح متميزة لأن شخصه عجيب وأنا عاوز أتكلم عن ثلاث أمور المسيح بيتميز فيها وعندما أقول بيتميز أقصد أنه فريد لا مثيل له واحد من نوع لا توجد أي ولادة أخرى في كل التاريخ مثل ولادة يسوع المسيح طبعا البعض من أحبائنا المسلمين رحين يجاوبوني يقولولي أن مثل عيسى كمثل آدم أولا نحن لا نعلم اسم عيسى كمسيحيين فأرجوك يعني اقرأ عن يسوع الذي نؤمن نحن به والطريقة اللي المسيحيين بيفهموها أي واحد نمرة اثنين أنه آدم كان مخلوق مخلوق وحواء أنه صنع من ضلع آدم وبنى حواء فإذن مش متميز مثل ولادة يسوع في يسوع المسيح يختلف عن آدم في آدم أخطأ الجميع واجتاز الموت إلى الجميع في يسوع المسيح صار إلنا الحياء والحياء الأبدية من خلال يسوع المسيح آدم مات وما زال ميتا يسوع المسيح مات وقام وهو حي إلى أبد الآبدين آدم الأول يعني سقط في الجنة آدم الأخير هو الذي أنقذ البشرية من العبودية في الخطيئة ليعطينا الحياة الأبدية وفيك تقرأ رسالة روميا وكرونتوس الأولى 15 وتشوف أنه بعيد كل البعد أنه مثل آدم ليس مثل يسوع المسيح فالمسيح هو كلمة الله فآدم ليس كلمة الله آدم مخلوق نفخ في نفسه وصار نفسا حيا لكن المسيح هو الخالق غير المخلوق من أجل هذا في القانون الإيمان المسيحي نقول نؤمن طبعا بيسوع اللي هو مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر أو واحد مع الآب في الجوهر فإذن ليس مثل آدم لأن يسوع هو آدم الأخير فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ثم أحبائي المسيح عجيب مثل ما ذكرت فيه ثلاث أمور في اسمه في طبيعته وفي عمله وهي الآيات اللي أنا عاوز أوضحها أكثر أول شيء في اسمه مكتوب أحبائي في بشارة متى فستالد ابنا وتدعو اسمه يسوع فإذن ولادة يسوع المسيح من الملاك قبل يعني لما بشر القديسة مريم العذراء في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك إلى عذراء مخطوبة ليوسف وكانت فيه الناصرة وقال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالمسيح نعم اسم ولكن أيضا لقب وعمل في نفس الوقت هذا الاسم أحبائي مش مجرد أي اسم فيه أسماء كثيرة وإن أعطي هذا الاسم قبل ولادته فيه أسماء أعطيت قبل ولادتها مثل إسحاق مثلا مثل إسماعيل وهكذا أسماء كثيرة ولكن هذا الاسم فيه عمل فيه كناية عظيمة جدا أن هذا الاسم يسوع يهوى يخلص كما قال إشعياء أنا أنا الرب وليس مخلص آخر أنا هو الأول والآخر قال يسوع الحق أقول لكم إني أنا هو الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ثم قال أنا هو الألف وليا البداية والنهاية فإذا نستطيع أن نستدل نستنبط ونستشف أنه يسوع ليس كآدم اسمه كما قال إشعياء النبي يدعى اسمه عجيبا كيف تصف هذا الاسم وكيف تستطيع أن تستدل وأن تفهم عمق هذا الاسم في آيات في العهد القديم بتمر علينا أحبائي أحيانا مر الكرام خليني أقرأ بعض الآيات من سفر الأمثال إصحاح 30 وفي هذا السفر هو كلام شخص واضح من الأمثال اللي بيتكلم فيها إنه كان شخص أو رجل حكيم وواضح إنه كان هو معلم ومختبر وواضح كان عنده تلاميذ وفي إصحاح 30 مكتوب كلام أجور ابن متقية مسة يعني واضح إنه جاي من عيلة طقية وحي وكلمة وحية نفس الكلمات اللي تكلمها إشعياء وحي إشعياء بن أموس فإذا بيتكلم في الوحي وحي الله وحي روح القدس وحي هذا الرجل وبيذكر يعني إلى إثئيل إلى إثئيل وأكال هدول اسمين طبعا وحتى أجور معنا معلومات كتيرة عنهم لكن ندرك من خلال هذه الشخصيات إنه هو رجل كبير وعم بيكلم جيل تاني اللي هو إثيل وأكال وعم بيكلمهم ولربما هذا الجيل التالي زي الجيل اليوم عم بيستجوب الكبار وشو الحكمة شو المعرفة وعلى فكرة هاي الأجوب بيتكلم عنها إشعياء وأيضاً أيوب يعني بيتكلم بنفس الصيغة عن هذه المعرفة بعدين بقولهم طب تعال أنا جايكم من الآخر اسمعوني اسمعوني اسمعوا كلام الحكم اللي أنا رح أتكلمكم عن بتقولوا عني شو ما تقولوا قولوا لكن إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس مع أنه في طيات هذه الكلمات هو عنده الحكمة والمعرفة ومدرك صفات الله أو صفات الله القدوس ولكن هون أحبائي كانوا بقول طب سمعوني بتكونوا تقولوا إنه أنا أبلد ومعنديش المعرفة ومعنديش الحكمة طبعاً بيسأل ست أسئلة ومن خلال الست أسئلة واضح إنه عم بيعطي إعلان عظيم جداً من خلال إنه إنه هو فعلا مش بليد ولا هو حكيم ولكن عندما تصل هذه المعرفة بتصير معرفة عجيبة لا يدركها الإنسان المحدود السؤال الأول من صعد إلى السماوات ونزل هذه الآية بتتكرر في العهد القديم وفي إنجيل يحنى إصحى ثلاثة من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب سؤال نمرة أربعة من ثبت جميع أطراف الأرض عم بيسأل هذه الأسئلة التي بتعبر عن المعرفة الإلهية عن المشيئة الإلهية عن عظمة الله في الخليقة لأن هذه الأسئلة يعني منصعدة إلى السماوات ونزل طبعاً إحنا عارفين أنه يسوع بتشوفها في رسالة يحنة وبيكمل في هذه الأسئلة واضحة أنه كلها بتعبر عن جلال وسيادة وعظمة هذا الخالق العظيم بيصل للسؤال الخامس بقول ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ يلا بتتشاطر علي قل لي على فكرة في العهد القديم يعني في أيام سليمان يعني فيك تقول حوالي ألف سنة قبل الميلاد وحي يعني إعلان بيتكلم عن هذا السؤال العظيم ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟ فطبعاً الجواب هو في العهد الجديد اقرأ إنجيل يحنة الإصحاح الأول وبتشوف أن هذا الاسم هو يسوع المسيح كلمة الله فإذن هذا الاسم عجيب هذا الاسم معلن بل أعلن في شخص الرب يسوع المسيح اللي به وله كل الأشياء الذي به أيضاً عمل العالمين هذا الاسم العجيب هو يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم اسمع ما يقول الكتاب المقدر رسالة أفسوس لإصحاح الأول مكتوب فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً أفسوس لإصحاح الأول والآية 21 مكتوب عنه رفعه الله وعطاه اسماً فوق كل اسم وبيتكلم عنه في أعمال أربعة اتنعش ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين ناس به ينبغي أن نخلص وعلى فكرة الكلمة كلمة الله تشير إلى الله العقل الإلهي النطق الإلهي اللوجيك الإلهي المنطق الإلهي والاسم هي أيضاً تتكلم عن جلال وعن عظمة الله اليوم اليهود ما بيذكروا كلمة يهوى أو اسم الله دائماً بقولوا الاسم أو بين العهدين كان يقولوا ممرأ اللي هي كلمة الله بكلمة الله خلقت العالمين أو بالاسم إلى اليوم حتى اللي عايش في البلاد بقولوا لما بتسمع واحد يهود بقولك إحنا بنقول دائماً إن شاء الله هنا شو بقولوا بعزرات هشيم بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الاسم يعني بمساعدة الرب فإذن المسيح عجيب في اسمه وهذا الاسم أحبائي فيه كل المواصفات والخلصائص والصفات والألقاب الإلهية لأن اسم على مسمى وهذا ليس مجرد اسم ولكن يحمل ما وراء هذا الاسم جلال وحضور وقدرة وسيادة وسلطان الله في اسم يسوع يخرجون الشياطين في اسم يسوع يشفون المرضى في اسم يسوع ينال الغفران في اسم يسوع يقبل المعمودية بالماء في اسم يسوع تحقيق لمقاصد الله اقرأ سفر أعمال الرسل شوف أهمية وعمل وطبيعة وقوة هذا الاسم هذا الاسم عجيب هذا الاسم أحبائي يعني محتاج إلى إعلان إن عرفت قال يسوع إن أراد الإبن أن يعلن لك شيء تاني المسيح بيتميز مش بس في اسمه بيتميز في طبيعته لاحظ لاحظ الكلمات في نرجع على بشارة متة مكتوب في الإصحاح الأول يدعى اسمه يسوع أو تسمينه فستلد ابن وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كل لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتالد ابن ويدعون اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فإذا إذا كان الاسم عجيب فالمسيح عجيب في طبيعته فهنا يتكلم أحبائي وهذا شيء مش سري إعلان بقول عم نؤيل الله معنا وهذه الآية بترجع للعهد القديم وعلى فكرة الآيات اللي أنا بذكرها لا يوجد أي معاندة أو أي مناقض لأي يهود بحسب طبعا التفسير اليهودية هذه كلها تطبق على المسيح على المسيح فإذا في كل الدراسات اليهودية فيها لخا والدراسات الأخرى بحسب علماء اليهود الكبار أنه هاي الأشياء الآيات اللي رح أذكرها لا تنطبق إلا على يسوع المسيح مثل سفر الأمثال اللي قرأته ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت بعدين يتكلم عن قوة وحي الكتاب لا تزد على كلماته لأنه هذا أمر إلهي لا فيك تنقص ولا فيك تزيد ولا فيك تضيف نبي ولا أي شيء آخر لأنه أمام هذا الإعلان كل ما يحدث مستقبلا بطريقة غير الفكر الكتابي يعتبر هرتقة يعتبر ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس لكن لاحظ عما نقيل هذه الآية مسكورة أحبائي في إشعية صح 7 والآية 14 النبي إشعية بيكلم ملك ملك شرير ملك أحاز وصل درجة الشرف في أنه حتى أجاز ابنه للآلهة الوثنية في النار وبعدين الله بتعامل معاه بقول له اطلب آية عمق تلبتك يعني اسأل اطلب إشي قال لا أنا مش هجارة بالرب قال له كتير عليك عم بتروحه في الصح 8 للمشقشقين والسحرة والعرفين تطلبوا منهم اطلب من الرب إلهك لكن طيب انت خلينا أنا اللي رح أعطيك الآية فالمسيح آية قال السيد الرب نفسه يعطيكم آية هالعذراء تحبل وتالدوا ابنا ويدعون اسمه وتدعو اسمه عم نقيل الذي تفسيره بحسب متة الذي تفسيره الله معنا وعشان لا انه نشك في الامر ان نقول اشعياء انه يمكن اجاولد واللي احاز بروح بيتكلم بنفس النبوة في اشعية التمانية وبيتكلم انه يعني كل الارض اللي هي الاراضي المقدسة ارض عم نقيل ارض عم نقيل فاذن ما كانتش ارض لا حاز ولا اشعياء ولا ابنه لانه واضح انه بيتكلم عن النبي انه دخل على النبي زوجة اشعياء وخلف منها فواضح انه نبوة عن يسوع عم نقيل ولكن مع الاية يقول هالعذراء علماء شابة غير متزوجة في اليوناني بارثينوس الترجمة السبعينية بارثينون هذه العذراء لم تعرف رجلا وهذا تطبيق لكلام مريم ويوسف يوسف اللي شك في الموضوع قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيه هو من الروح القدس وعندما سألت القديسة المطوبة مريم العذراء بعقلانية هي عارف الامر غريب على العدات والتقاليد فقالت للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل لك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذا كل الموضوع ولادي متميزة ولادة عجيبة ولادة فريدة ولادة واحد من نوع فالمسيح مولود غير مخلوق فإذا هنا حبائي بتشوف انه عجيب في طبيعته هذا الذي حبل به فيها من الروح القدس انها كانت ولادة عذراوية وهذه الولادة تمت عن طريق التجسد الالهي يعني كان في ظهورات للمسيح في العهد القديم ولكن هون في التجسد ابتلأت في زرع من الروح القدس في أحشاء مريم بدون أي بشر فإذا يعني حبلت تسع شهور وولدت وفي اليوم الثامن اختتنا يسوع المسيح بحسب العادات اليهودية وسمي يسوع في اليوم الثامن بحسب التقاليد اليهودية وهكذا شريعة التطهير بعد أربعين يوم للمذكر أو للذكر وهكذا بتشوف أنه يسوع ولد تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فواضح أنه هنا طبيعة عجيبة المولود يسوع من القديسة مريم هو الله معنا عظيم هو هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضا يعني اشترك تعاطف مع جسم بشريتنا حتى يقوم بعمل الفداء الكامل فإذن منشوف هون أحبائي آية واضحة أنه حتى اليهود لا يستطيعوا أن يعارضوها أنه المسيح هو عمانوئيل الله معنا وهذا كلام الرب يسوع المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة أكون في الوسط وعندما أعطى المأموري العظمى قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر فرسالة الميلاد أحبائي عجيبة لأنه الله معنا ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أهلا أحبائنا مشاهدينا ولادة يسوع المتميزة وهذه الآيات اللي عم باقتبسها مثلا من سفر الأمثال ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت ارجعوا للحلقة نعملت حلقة من فترة بعنوان ألهية المسيح في العهد القديم بتشوف آيات كثيرة عن ألهية المسيح في العهد القديم ولكن أنا بتكلم هون عن آيات اللي بتتكلم عن طبيعة المسيح يعني الطبيعتين الطبيعة الإنسانية والإلهية فالمسيح إنسان كامل وإله كامل مش ففتي ففتي مش 50-50 لا 100% كان إنسان كامل 100% إله كامل ومنشوف الاتحاد في الطبيعتين فرأينا انه بالنسبة اليهود هاي لا تناقض ولا تعارض انه المولود اللي هو من الولادة العذروية في بيت لحم هو عم نويل الذي تفسيره الله معنا او كما قال الرسول بولوس يسوع بحسب ابن داود بحسب الجسد تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات فاذا تعين يعني هو ابن الله وابن الانسان ابن داود في نفس الوقت اما الاية التانية اللي برضو بتعبر عن الطبيعتين هي الشعية تسعة وصحاح واية ستة مكتوب لانه يولد لنا ولد وهنا منشوف ولادة يسوع المسيح في الجسد ولادة يسوع المسيح يولد لنا ولد ولكن الكلمة بتختلف عندما نتكلم عن لهوت المسيح مكتوب ونعطى ابنا فيعني الابن هو عطي من السماء لانه ينتسب روحيا الى الله يعلن عن الذات الالهية فهو كلمة الله وهو صورة الله يعني الايكون بالزب بالتطابق بالتجانس يعني بتشوف التعبير الالهي يعني الغير مرئي صار مرئي من خلال شخص يسوع كما قال من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد والسؤال لو انت عاوز توصف الله ما هو الوصف الالهي كيف تصف الله عندما تقرأ عن حياة يسوع المسيح لابد انك تصطدم بالله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان لكن اسمع شو الايه بتقول لانه يولد لنا ولد وهي تمت في غلاطي اربعة اربعة ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا الكيفية او الطريقة عن طريق الولادي مولودا كيف من امرأة مولودا من امرأة طب ليه مولودا تحت النموس يعني جاء لا لينقض النموس ليفتدي الذين تحت النموس لانه مكتوب ملعون من لا يعمل اعمال النموس والنموس حكم علينا اننا بدون استثناء ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد غضب الله معلن على فجور الناس لانه ما في انسان يخلص باعماله او بوصوله بجهده الخاص الى الله فاذا يقول يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى لاحظ الكلام ويدعى اسمه عجيبا عجيب في اسمه في طبيعته في عمله في كماله في ولادته يعني شوف يعني بتقدر تحط ما كل الاشياء الموجودة في المسيح مش موجودة في اي شخصية اخرى اعظم معلم اعظم صانع مجزات اعظم شخصية اخلاقية بدون خطيئة الاخري بتشوفها في شخصية يسوع المسيح عجيبا مشيرا لكن هذا ما اريد ان اصل اليه لاحظ كلمتين الها قديرا ابا ابديا ابديا يعني خلاص ما فيش لا بداية ولا نهاية يعني لا حدود لا متناهي لا نهاية وبقول لملكه لا نهاية بحسب بشارة لوقا لكن المولود احبائي في بيت لحم يقول الكتاب هو اله جبار الجبور في العبري اله قدير ولاحظ كيف متى بيربطها بشكل متناغم منسجم بشكل جميل بيبتدي بسلسلة النسب شو بقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ابن ابراهيم لان اليهود كانوا بيفتخروا انه هن اولاد ابراهيم وعندما اعلم الله نفسه لابراهيم قال انا انا الله القدير هذا وكان اعلام الله لابراهيم الاله القدير وفي نبوة الشعية الها قديرا ابا ابديا فاذا يسوع المسيح قال عن ابراهيم ابراهيم رأى يومه فتهلل ثم قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن وكأنه يقول ان هذا المولود هو الاله القدير هو اله ابراهيم وهو الكائن قبل اي يعني قبل ان يكون انا كائن يعني لا بداية له ولا نهاية كما قال كما قال انا هو الالف واليا البداية والنهاية الاول والاخر الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء وهذا اعلان مهم جدا بالنسبة لليهود الها قديرا ما هواش دميجاد مثل ما بعض بفكروا ان ولادة يسوع هي مثل الاساطير اليونانية او الاساطير المصرية ادرس كلمة الله اعرف كيف بفكر المسيح وليه يعني اقرأ شو تفسير المسيح مش انت تعمل على كيفك فاحنا بنتكلم هذا الاله القدير ولد حسب الجسد في بيت لحم ولكنه الاله القدير الذي لم يفعل خطية اطلاقا فهذا طبعا منشوف انه عمانويل الاله القدير الاب الابدي وكله في العهد القديم احبائي تتكلم عن الطبيعتين الانسانية والالهية خليني اخذ ايه التالتي في نبوة ميخا ميخا اسحح خمسة والاية اتنين بيتنبأ ميخا يقول وانت يا بيت لحم لست صغيرة بين الوف يهوذة لانه منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل لاحظ الكلام بقول يا بيت بيت لحم لست الصغرى رح يولد في بيت لحم اين يولد المسيح سأل هيرودس سأل رجال الدين قالوا في بيت لحم تتميم لنبوة في متى اصحاح الاله الاله الكامل ثم احبائي المسيح متميز ولاة المسيح متميزة بالعمل لاحظ يدعى اسمه يسوع لانه يخلص ولاحظ المسيح كان ممكن ييجي ما هو الذي يستطيع ان يقول كن فيكون اليس هو الكلمة المتجسد فاذا لكن المسيح احبائي لاحظ الكلام انه جاء المسيح متجسدا كان ممكن ييجي ويطير امام الناس ويظهر عظمته وجلاله لكن موضوع الفداء او سر الفداء سر التجسد سر الفداء هي من الاصرار الالهية تحتاج الى اعلان الهي لانه لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس فاذا كل الغرض من التجسد طب ليه تجسد المسيح ليه جاء حتى فعلا يرجعنا للصورة الاولى الصحيحة ادم اخطأ ومات الجميع في ادم يسوع المسيح بلا خطية جاء حتى يعطينا حياة جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليخلص الخطاء اسمع ما قال الرسول بولوس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاء الذين اولهم انا ثم جاء المسيح مكتوب عنه لابنة من الانسان قد جاء لكي يطلب عم بفتش عم بيبحث ويخلص ما قد هلك جاء المسيح ليعطينا حياة ابدية جاء المسيح ليعطي حياة وحياة افضل جاء المسيح لينقض اعمال الشيطان جاء المسيح ليفتدين من لعنة النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني جاء المسيح لكي يجعلن اولاد لله عن طريق التبني عن طريق الايمان بربنا يسوع المسيح عندها نصبح ابناء ابراهيم بالايمان اولاد الله بالتبني لنا الشرعية والامتيازات والحقوق الالهية اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح الله اعطانا كل حقوق وامتيازات السماء فكان لازم يتجسد المسيح حتى انت وانا ننال هذا الفداء العظيم لاحظ معي ان المسيح متميز متميز بامور كثيرة خلينا اسكر خمس امور المسيح فريد من نوعه متميز واحد من نوع بالولادة العذروية لا توجد اي ولادة في كل التاريخ شخص يولد من عذراء بدون رجل ادم مخلوق قدرة الله حواء مخلوق من ضلع ادم هذه قدرة الله اما المسيح ولد من عذراء شيء تاني لانه ولد من عذراء المسيح هو الوحيد بلا خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية بل تحد من منكم يبكتني على خطية بصراحة كل الانبياء اعترفت بخطيتها اما المسيح الشيطان لا يجد فيه اي علة او شكاية لان المسيح هو القدوس البار المنفصل عن الخطى وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فاذا المسيح ولد من عذراء شئتاني الوحيد بلا خطية ثم احباء المسيح هو الوحيد اللي تمت فيه مئات النبوات لاحظ وهذا كله كان لكي يتم ما قيله من الرب النبي القائل النبوات التي تتحققت في المسيح اذهلت العلماء ولكن طبعا احنا مش نتكلم للجهل اللي عاوز يتفصحا ويرمي اي كلام تتميم النبوات يعتبر استحالة في علم الاحتمال مستحيل فما بالك انه تتم هذه العشرات النبوات يعني مثلا المسيح سيأتي من نسل المرأة انا بتكلم على النبوات الميلادية ومش بس سيأتي من نسل المرأة كمان تمت في الصليب ولكن المسيح ايضا يدعى المسيح المسيح ابن ابراهيم المسيح ابن اسحاق ويعقوب من صبت يهوذة يعني الابن الرابع ليعقوب ثم احباء بيتكلم عن ولادة يسوع عن مكان الولادي في بيت لحم وقرأنا الايات اللي هي مكتوب الاله القدير قرأنا انما خارجه منذ القديم قرأنا ما اسمه وما اسم ابنه وهكذا انه ابن داود من عيلة يسا تمت فيه نبوات العهد القديم ما بالك نبوات الصليب 34 نبوة تمت في يوم الصلب وهذا مستحيل انه تحدث مع اي شخصية اخرى فهذا ما يميز المسيح ثم الشئ رابع انه المسيح هو الاله الكامل والانسان الكامل حتى يكون عنده الكفاءة الفادي فالمسيح تجسد حتى يرضي العدالة الالهية ويوفي المطالب الالهية وكانسان استطاع ان يكفر عن كل خطايا العالم كل خطايا البشرية في جسده لانه بتكون مقبولي عند الله لانه هو الحمل الكامل بلا خطية ثم الشئ الخامس احبائي ورح تستغرب انه جاء المسيح او ولد يسوع اشي بميزه ولد ليموت طب ما كان يعمل كل هاي الامور من غير بهدلت الصليب صليب العار مكتوبة انه مستهينا بالخزي احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار ايضا فاذا كان ممكن يعمل كل هاي الاشياء بدون الصليب انت بدك حلول بشرية ولا حل الالهي هذا الحل من خلال كفارة المسيح من خلال الفداء من خلال الموت يدعى اسمه يسوع لانه يخلص وهذا الخلاص تم بموت يسوع المسيح على الصليب هذه البشارة هذا هو الانجيل اللي اتكلم عنه بولوس اعرفكم بالانجيل الذي به ايضا تخلصون شو هو الانجيل ان المسيح يسوع مات من اجل خطيانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فاذا هذا ما يميز المسيح ولد ليموت لكن شو اللي بيثبت كل هذه التصريحات هو قيامة يسوع المسيح اعطت المزاقية والشرعية انه كل الاقوال وكل النبوات وكل ما قيل وكل اقوال المسيح تمت من خلال قيامة يسوع قال يسوع انا هو القيامة والحياة اقام موته لكنه اقام نفسه من بين الاموات تخيل انه يصرح هذا التصريح وهو بنفسه لا يستطيع ان يقوم فاذا المسيحية مؤسسة على اساسات راسخة لا تتزعزع فرسالة الميلاد هي رسالة الموت هي رسالة الحياة رسالة الموت اقصد رسالة الفداء لانها تعبر وتشير الى الخلاص المخلص يسوع المسيح وحده وهي احباء احنا منغلط اذا ما مندرس رسالة الميلاد ومنحطها في التطبيق العملي هي رسالة الخلاص والموت على الصليب والقيامة من الاموات بعد ما تكلمت عن تفرد المسيح المسيح العجيب بصراحة هل توجد شخصية في كل التاريخ تشابه يسوع المسيح طبعا الكل يقر ما فيه مستحيل ما فيش طب السؤال التاني ليه بترفض يسوع المسيح ليه بترفض الطريقة الالهية الاعلان الالهي ليه بتركب تركيبات بشرية دينية عشان تبرر نفسك وبتقود نفسك للهلاك الابدي وهل الله يقاء يناقض نفسه لازم يكون فيه صح وغلط لازم يكون فيه حق وباطل لازم يكون فيه نور وظلمة اذا قال المسيح انا هو نور العالم فاذا كل شيء عدا المسيح هو في ظلمة لكن دعوة المسيح لكل واحد منا وفينا ان نأتي الى النور الى النور الحقيقي نور يسوع المسيح السؤال هل في اسم في كل هذا الوجود مثل اسم ربنا يسوع المسيح وبأي اسم يستطيع الانسان ان يخلص وبأي اسم تستطيع ان تخرج الشياطين وبأي اسم تستطيع ان تشفي المرضى وبأي اسم تستطيع ان تنال غفران الخطايا وبأي اسم تستطيع ان تنال الحياة الابدية كتبت اليكم انتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلم ان لكم حياة ابدية قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينون بل قد انتقل من الموت الى الحياة عجيب في اسمه عجيب في طبيعته عجيب في عمله كل ما هو في هوية شخصية المسيح عجيب عجيب في ولادة ولادة عذروية عجيب انه هو الوحيد معجز اخلاقي لا توجد في خطية الذي لم يخطئ هو الوحيد اللي تمت فيه النبوات هو الوحيد اللي عنده الطبيعتين الالهية والانسانية هو الوحيد اللي قام من الاموات هو الوحيد اللي مات عشان يكفر عن الخطايا انه عجيب في حياته في طبيعته في اخلاقياته في تعليمه في معجزاته طب السؤال مين صنع معجزات اكتر من المسيح مين عاش حياة كاملة اكتر من يسوع مين علم تعليم فريدة متميزة افضل من يسوع قل لي يعني بيحكوا عن سقرات سقرات يعني وصل لظلال لكن اذا بتقرأ كل شخصيات التاريخ الى يومنا لا يوجد حكيم او معلم او فيلسوف او نبي علم مثل يسوع المسيح لانه علم بحياته صراحة انا بستنى منك الجواب ومن فضلك ادخل على صفحة نور لجميع الامم وقول لي اذا فيه اي شخصية اخرى تتميز او تتفرد مثل يسوع المسيح وانا مستعد انه ممكن نعمل حلقة ونرجع نتكلم ليه ايه الاسباب لانه عارف انه ما فيه جواب انا عارف انا قرأت الاديان وقرأت مقارنات الاديان بحب اكدلك لا توجد اي شخصية تشبه يسوع المسيح فاذا السؤال الاخير ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح مكتوب امن به لان كل من يدعو باسم الرب يخلص امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك لانه ليس باحد غيره الخلاص الناس مش محتاج لمصلحين ولا لعلماء ولا فلسفة ولا حتى دين الدين عم بيخدر الناس زي الافيون الدين عم بتخلي الناس تقتل وتكره وتتعصب وتتزمت انا بدعوك للحياة الابدية من خلال يسوع المسيح مكتوب احبائي في ابسط منها التافتوا الي واخلصوا يا جميع اقاس الارض لاني انا الله وليس اخر تصور انه بسط موضوع الخلاص انه تلتفت بالايمان نظرة ايمان ليسوع المسيح تتغير حياتك كل من يدعو باسم الرب يخلص لانك ان اعترفت بفامك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آنته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله لان ليس عند الله محابا اطلب الرب مدام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره طالما انه شفنا المسيح متميز في كل هذه الامور عليك شيء واحد احبائي كما جاء المجوس وفتحوا كنوزهم وقدموا هدايا ايه ممكن تتقدم لي يسوع قلبك القلب نجس بس تعال مثل ما انت قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ انا بدعوك الى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي يسوع الذي ولد في بيت لحم اكثر من الفين سنة صلاة ان يولد في قلبك وحياتك بالايمان المكتوب عنه الذي احبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه تعال اطلب يسوع المسيح امن بيسوع المسيح وصليها اقول له يا رب ارحمني واذا انت فعلا صليت اكتب لنا حتى نتابع معاك تبنا روحيا من خلال كلمة الله وانا مثل ما ذكرت اذا في اي شخص متميز او فريد اكتر من يسوع اكتب لي الرب يباركك ويكون معاك كل عام وانتم بألف خير والرب يبارككم اشتركوا في القناة